في عام 2036 اندلعت حرب أهلية في أوروبا الشرقية ووسط القوات الأمريكية للمنطقة كقوات حفظ بالسلام خاصة على المناطق الخارجة عن القانون واللي بيسيطر عليها أمير الحرب فيكتور اللي ما حدا شاف وجهه سوى عدد قليل من الناس كانت قوة فيكتور بتنمو بسرعة كبيرة لدرجة أنه البنتاجون قرر باستخدام جنود آليين يعرفوا باسم جامب وخلال مهمة جامب الأولى تعرض الفريق لكمين وسرعان ما بدأ تدمير الروبوتات بيبذل الجنود الميدانيين قصارى جهدهم للحفاظ على دفاعاتهم لكن بيتعرضوا لو قتل كمان وفي القاعدة بيراقب الملازم هاربرتتان من خلال طيارة بدون طيار اللي بيتحكم فيها ونظرا لأنه كان دايما بيقود طائرات بدون طيار وعمره ما دخل منطقة حرب فعلية هاي القصة برمتها بتعتبر عادية بالنسبة له وفجأة لاحظ شاحن مجهولة الهوية بتتجه نحو الجنود وبلل ميلر بهيك وطلب الإذن بإطلاق صاروخ لتدمير السيارة لأنها ممكن تشكل تهديد لكن ميلر برفض الفكرة لأنه فيه اثنين من رجاله ما زالوا محاصرين بيستاء هارب وبيطلب من شركته بيرل تأكيد الغارة الجوية مع قائدهم لكنها بترفض كمان لا يزال هارب بيعتقد أنه الشاحن خطيرة جدا لهيك بيعسل أوامر وبيقرر إطلاق الصاروخ على أي حال من الأحوال اللي بيؤدي لتفجيل السيارة وقتل مجموعة من الجنود الأمريكيين واللي هارب بيتبره مجرد أضرار جانبية بعد هيك بيتم تقديم هارب للمحكمة العسكرية بيدافع عن قراره أنه قتل رجلين ومجموعة من الروبوتات لكنه بالمقابل أنقذ ميلر وثمانة وثلاثين جندي آخر بيقرر الكبار المسؤولين أنه هارب بحاجة لما يعرفت شكل منطقة الحرب الحقيقية والموت وإرسال له معسكر ماثينال اللي هي القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكرانيا ولما بيوصل للمخيم بيلاحظ هارب وجود القام في كل مكان وفي بعضها على شكل كلاب فبيلتقي بالعقيد إيك هارب اللي بيذكروا أنه إذا نجى من المهمة فراح يعود إلى القوات الجوي ولكن إذا مات قسط راح تكون عبرة للآخرين ويتعلمهم درس عدم الأسيان فبيرسلوا إيك هارب إلى نبنى 13 وبيحذروا من أنهم قطان مش مثلهم لبيدخل هارب المبنى ما بيلاقي أي جنود بس علماء بيعملوا في صناعة وإصلاح الجامب وعدد كثير من الروبوتات ومن خلال تتبع لمسيقة قديمة بيلاقي غرفة في الخلف وبيلتقي بالكابتن ليو اللي بيكون بيقرأ ملف هارب وبيعرف أنه خاطب ورح يتجوز عن قريب بعد هيك بيلتقت بعض الأشياء من الثلاجة أثناء شرح مهمتهم التالية اللي هي توصيل اللقاحات إلى عيادة بتمر بتفشي وباء القلرة بيوضح ليو أنه بينتمي للعمليات البحرية الخاصة ووظيفته أنه يحدد موقع الأسلحة المتقدمة وينزحها من أيدي المتمردين وبعد ما هار بيوجع على اتفاقية عدم إفشاء بيخبروا ليو بكل شي عن فيكتور عمير الحرب الروسي المسؤول عن تفجير قنبلة في أوكرانيا أدت لمقتل أكثر من 25 ألف شخص وفيكتور بيخطط للوصول لمحيط النظام وهناك تم الاحتفاظ بالقنابل النووية الروسية فترة الحرب الباردة ولازم يمنعوا فيكتور من الوصول واستخدام الأسلحة النووية لهيك بعد تسليم اللقاحات مهمتهم جمع المعلومات حول خطبة فيكتور التالية وبدهم يطلعوا خلال دقائق لهيك بروح ليو لغرف التالية الملابس للإستعداد وبيشعر هار بصدمة لما بيشوف جسم ليو الحقيقي واتضح إنه الكابتن هو في الواقع جندي آلي خالق وفي طريقهم للخروج بوضح ليو إنه أكثر تطور من الجامب وعنده مشاعر وأحاسيس وقدرة على اتخاذ القرارات وإنه وجوده سري وبيكشف لهار بإنه اختاره على وجه التحديد لإنه بيحتاجه شخص بإمكان التفكير خارج الصندوق ولما هار بحط أغراضه بالسيارة بمشكه ميلر ورجاله فجأة وبيضربوه بهنو لأنه قتل زميلهم في الفريق بتدخل ليو وبفض الموقف بجادر ليو هار بفي سيارة القبطان مع مجموعة من الجنود بتطعوهم بشاحنات مدرعة وبوضح ليو إنهم رح يدخلوا منطقة خارج السلك وهناك بتتكرر الهجمات عليهم وما بيكون للجيش الأمريكي أي سيطرة وأثناء الرحلة بيعرض هار بعلالية صورة لخطيبته وبيمزح ليو معهار بكثير بسبب الصورة في نهاية المطاب فصلوا لحي فقير وليجوا الطريق مزدود بشاحل المساعدات داهمها السكان المحليين بينزل الجنود من شاحناتهم ومعهم القامب لمحاولة فتح الطريق لكن السكان المحليين بيستاؤوا وبدأوا فرمي الأشياء عليهم ضرب واحد من السكان القامب اللي دفع العبوط لإطاق النار على الشخص في المقابل بتصاعد الموقف بسرعة لكن ليو بيؤمر رجاله بالتراجع وبأمرهم وبخفق جميع أسلحتهم وبقرب من القائد رافع إيديه بوضح إنهم ما بقصدوا أي ضرر وإنهم بدهم يوصلوا بعض اللقاحات بوافق السكان المحليين إلهم بالمرور طالما إنهم رح يحتفظوا بشاحنة المساعدات وليو بوافق وبيشعر هارب بالحيرة لأنه بيعتقد إنه الجيش الأمريكي كان من المفترض إن يقوم بتحييدهم وإنه الأشخاص مسلحين لكن ليو بيذكروا بأولوياتهم وفجأة أطلقت مجموعة من الأشخاص النار عليهم من المباني المحيطة اتضح إنه الأمر كان كمين نصب رجال فيكتور اللي ضربوا شاحنة المساعدات عمدا لخطى الطريق بتبدأ معك الشرسة بالأسلحة النارية ورجال فيكتور أحضروا قنابل يدوية خاصة للتعاون مع القام وبصيب لكثير من المباني بوتفجرات طائشة اللي بتتسبب في حدوث الكثير من الانفجارات وإنهيار الجدران وهي هي المرة الأولى اللي بخوض فيها هارب قتال حقيقي وذيني بيصيبها طنين من صوت المعركة بطلب ميلر من ليو هارب المغادرة مع اللقاحات مشا على الأقدام والجنود روح توفرهم لهم الغطاء بأخذ ليو هارب الحقائب وبهرب وبمروا عبر مبنى قديم لمغادرة المدينة والوصول للريف وأثناء عبورهم في الغابة بيشوفوا جثثة تهير على الأرض وفي النهاية بيصل لمخيم اللاجئين لكنهم مش حاسين إنه في رجل بيتبعهم في أثناء ما ليو بيعطي الإمدادات للطبيب بيشوف هارب معاناة اللاجئين اللي بيبضلوا قصارة جهدوا من البقاء على قيد الحياة وببدأ في فهم أهوال الحرب وبأمر من فيكتور أطلق الرجل الغامض النار فجأة باستهدام القناص لكن ليو هارب بتحركوا بسرعة وانصاب الطبيب والممرضة بدالهم بيطلق ليو النار على الرجل وبوقه على الأرض وبدأ في ضربه لشلي يحكي برفض الرجل تقديم أي معلومات بتركوا ليو للسكان المحليين يتصرفوا معهم هارب بدو يتصل بقائدهم يطلب الدعم منه ولكن ليو بيحكي له رح يتورطوا في جحيم البيروقاتية وبيحكي ليو إنهم رح يقدروا في شاحنة مقاومة لجمع المزيد من المعلومات في البداية ما كان هارب بدو يركب لأنه هيك وكأنه بصادق العدو ولكن انتهى فيه الأمر بالانضمام لليو وأثناء الرحلة بيحكي ليو لهارب إنه كان على حق في إطلاق الصاروخ وإنقاذ 38 شخص مقابل شخصين وليو بيخلي هارب بيلمس ذراعه لتذكيره إنه بحاك رجل حقيقي وبالتالي عنده القدرة على خرق القواعد في ظروف معين والتصرف بمحض إراثته في النهاية وسطه لمدينة مدمرة ثانية فيها مبنى واحد سليم دار الأيتام مليء بالأطفال اللي بيستخدموا الجامبل للعب بيلتقي هارب بصديقة ليو صوفيا اللي عندها بعض المعلومات عن رموز الوصول السرية اللي بيحتاجها فيكتور لتجرير الصواريخ النووية مخبأ في قبو ما في المدينة ومع هيك ما بتعرف النقر بالتحدي لهيك بتعين عليهم زيارة تاجر أسلحة للحصول على التفاصيل وقبل مغادرتهم بيشتري ليو منها أسلحة للخانونية وبنعرف إنها بهاي الطريقة بتجني المال للحفاب على دار الأيتام بيشعر هارب بالإشمئزاز دم ما بيعرف إنه ليو بيعقد مثل هيك صفقات واتضح إنه معظم الأطفال ما تيتموا بسبب الحرب الأهلية بل تيتموا بسبب القصف الأمريك بعد هيك بتروح المجموعة للسيوب للأثور على التاجر بنكر الحارس إنه التاجر موجود لكن ليو بيدفعه ناحية الباب وبفتحه فيه وبتعرض للهجوم فجأة بيستخدم ليو جسده القوي لضرب جميع المهاجمين بيحاول رجل متخفي مهاجمة صوفيا كمان بنشوف إنها بتستطيع الدفاع عن نفسها وبتهزمه بسرعة بيقفز شخص على ليو لتشتيت انتباهه اللي بيمنح التاجر وقت للهرب ومع هيك بلحقوا ليو بسرعة وبخليه يحتي وبيعتف إنه باع الجامبر الروسي لفكتور وبيعطيهم عنوان البنك اللي موجود فيه الأكواد وقبل ما تدر المجموعة بتقتل صوفيا بتاجر لأنه خاين بعد هيك بيقتل ليو ساخ بتاجر وبيأخذ السيارة مع هارب للوصول للبنك بيصر هارب على إنه لازم يتصل بإكهارت لطلب الدعم بيمنعوا ليو وبحكي له إنه تم إحباط احتيقاته الاستخباراتية في المكان والبنتاجون بده يعمل إغلاق على السيستم الخاص بليو وكل اللي كانوا بيعملوه بيقع ضمن انتهاك القواعد بيشعر هارب بالذعر لأنه هذا الحكي رح يجعل وضعه مع كبار المسؤولين أسوأ بيحكي له ليو إنه حرف المغادرة إذا كان بيعتقد أنه الأمر ما بيستحق خلق القواعد للقبض على فيكتور وفي النهاية بيختار هارب إنه يكمل مع ليو ووصله أخيرا للشارع اللي فيه البنك وبيحكي له ليو إنه الروس بيقدروا على اكتشاف إشارة التتبع الموجودة بداخله بيستخدم هارب سكي للوصول إلى نظام ليو المتخدم وبعد إخراج جهاز التعقب بيتفاجأ لما بيشوف مدى سرعة شفاء النظام من تلقاء نفسه وبتسلحوا الاثنين أو بيكتلبوا أخيرا من البنك بيكمل الثنائي طريقهم ببطء لجوة البنك وبعد ما خلصوا على أول عدو بصمت يبيمنح ليو أخيرا هارب بالإذن للاتصال بإيك هارب وطلب الدعم وفجأة لاحظ هارب شخص وحاول إطلاق النار ليو يوقف بصر على أنه تبين أنه مبنى مليان بالرهائن بيخبرهم أحد الموظفين مكان للقبو وليو بيكلف هارب بإنقاذ الرهائن أثناء إحضاؤه للأكواد وبكمل ليو طريقه لجوة بيبدأ إيقات للرجال بكتر باستدام الأسلحة وبيدمر البنك فجأة بيظهر القامب الروسي وبكون قوي جدا وما بيتمكن ليو من تدميره بالسلاح المعط أعطاه هارب قادر القنابل يدوية وبرميها ليو على القامب وبيقدر يهزمه في النهاية بيتصل هارب بإيك هارب لطلب الدعم أثناء ما بده يطلع الرهائن للخارج وبيواصل ليو الركض عبره ممرات وبصادف قامب ثاني وبيهزمه بسرعة بقوم باليدوية ثانية بيطلع هارب جميع الرهائن للخارج وبراج بوصول الشاحنات الأمريكية ليكتشف أنه إيك هارب أرسل للقامب بدل ما يرسل جنود حقيقيين وفي هاي اللحظة سمع صراخ وشاف الروس بطلعوا ومحهم المزيد من الرهائن والقامب الروسي بيحاول هارب التفاوض محهم الطريقة السلمية ولكن لاحظ أحد الروبوتات أنه الرهين مهدده وقتل الرجل واللي تسبب في بدء معركة بالأسلحة النارية بين فريق الروبوتات بيحاول عدد قليل من الرهائن الهارب وبينتهي فيهم الأمر بالقتل لكن هارب بيتسلل وبيرشد الناجين إلى مقعات يتمكنوا من الهروب عبر الباب الخلفي وبيتصل هارب بإيك هارب ليسألوا عن سبب عدم رسالة ومشاة البحرية بيعرف من إيك هارب أنه في طيارة بدون طيارة تكترب من المكان وراح تدمره بالكامل وبطلب منه المغادرة بسرعة بيحتاج هارب على الخطة لأنه لا يزال فيه مدنيين في المكان وليلساته في الداخل لكن إيك هارب بيحكينه نفس الشي اللي حكاه هارب قبل هيك لأنه مجرد أضرار جانبية في هاي الأثناء داخل البنك بيتخلص ليهم روبوت آخر قبل ما يقفز عبر باب زجاجي لمهاجمة الروس وبتمكن من هزمتهم لكن الرجل اللي بيحمل الأكواد طلع عن الطابق العلوي وتمكن من إطلاق النار على صدر ليه لحسن الحظ ما بتأثر جسد ليه الآلي وبتكمل مطالط الرجل لحتى وصله للسطح واطلق عليه النار وجه الرجل بعد عدة طلقات ودفع وليه من على السطح وعالد جرحه وبيستعيد الأكواد عمير جي على هارب اللي قرر يضل فترة أطول لمساعدة آخر مدني أخذه ومركضوا داخل المقهة وباشرة قبل ما تطلق الطيارة بدون طيار الصاروخ والدمر المنطقة بعد ثواني بيخرج هارب من الببنى وهو بشعر بالدوار ليشوف كل الجثث المتفحمة في الشارع ولحسن الحظ اختبع ليه قبل الانفجار وأنقض هارب وبيوخذوا في السيارة لمواصلة رحلتهم بيبدأ هارب في الشعور بالتحسن وبيحس بالذن من تياط الطائرات بدون طيار لأنه الآن فهم أخيرا أنه قاتل ولاحظ أنه ليه مع الأقواد بيطلب منه الاتصال برؤساءهم لكن ليه بيرفض وبيعترف لهارب بحقيقة نواياه بيكشف ليه أنه الشريحة اللي نزحها هارب من جسده ما كانت جهاز تعقب بل هي جهاز للسيطرة البشرية على ليه وبنزحها بتحرر من قطعة الجيش الأمريكي وبتفجير المكان بالمسيرة وفقد التحكم بليه بيعتقد إيك هارت أنهم ماتوا وبهيك ليه صار إلو إرادة حرة للتصرف بينصدم هارب وبمد إيده لسلاحه لكن ليه بيطلع سلاحه قبله وبيضربه برميع الطريق وبحكي له أنه بينقذ حياة وبعد لحظات بيستيقظ هارب لما بعض الأطفال بيضربه بعصائي وبيكتشف أنه بالقرب من مخيم آخر للاجئين بتظهر شاحن جاندة وبحاول أنه يهرب منهم لكن الرجال بيقبضوا عليه بسرعة وبخذوه لرؤية زعيمة المقاومة اللي بتبين أنها صوفيا وضحت له صوفيا أنه ليه رح يتولى السيطرة على الصواريخ النووي للمقاومة ويوجه ضربة نووية للولايات المتحدة لأنهم مش قوات حفظ سلام بل على العكس حولوا هاي الحرب للأسوأ بحكي هارب أنه هذا قتل جماعي لملايين الأبرياء لكن صوفيا بتحكي له أنه نفس النوع من الأضرار الجانبية اللي بتحطها لولايات المتحدة ضمن حساباتها لما بترسل طائراتها بدون طيارة إلى المدن قتل المدنيين الأبرياء وبتسمح صوفيا لهارب بالعودة بعتقد أنه ما فيه بإيده إشي يعمله في هاي الأثناء بروح ليو للقاء فيكتور وبنكتشف أنهم كانوا بيشترلوا مع بعض طول الوقت لكن ليو برفض إعطاءه الأكواد وبيسألوا عن نوقع الصواريخ بيرفض فيكتور يحكي له عن نوقع الصواريخ ليو كان راضب بالفعل لأنه فيكتور حاول يقتل أمسك فيكتور ويستخدمه كدرع وبدأ بإطلاق النار على جميع الرجال المحيطين فيه ولما أجل مزيد من الجنود بترك ليو فيكتور ليقاتلهم وبتخلص عليهم واحد تلو الآخر في ثواني معدودة بعد هيك بيحاول فيكتور إطلاق النار على ليو لكن ليو بيمسك العلم وبوقتل فيه وليو بقدر يحصل على موقع الخنابة النووية من أجلسة الكمبيوتر وعلى طول بيتوجه لهناك بيتمكن هارب من العودة للقاعدة وأخبر ميلر وإيك هارب بكل الأحداث وخطة ليو لتوجيه ضربة نووية للولايات المتحدة الأمريكية وهم بحاجة طريقة لتتبع موقع ليو لإيقافه بيتصل هارب بزمية توبل وبيخليها تستخدم طيارة بدون طيار لتحديد موقع ليو اللي بسوق سيارة على طول الحدود الروسية بشير إيك هارب إنه ما بيمكانه إرساء قوات لهنات لأنه راح يتسبب بحرب مع الروس لهيك بيتطوع هارب لملاحقة ليو مفرده بيعطيه ميلر تلقات حارقة مصممة لإختراق المركبات المدرعة وبهاي الطريقة راح يكون قادر على إلحاق الضرر وبجسد ليو الآلي سرعان ما بتفقد دائرة بل الآلية صور ليو لهيك بترسل الإحداثيات لهارب للأثور على المكان بعد لحظات دخل هارب مبنى ووجد دميع عمال ميتين وبشوف واحد بيقع من فوق وبيحكيله عن مكان ليو بيتسلل هارب بحضر وبيصل لغرفة التحكم ليكتشف إنه ليو قام بإدخال الأكواد بالفعل بعد هيك بيحاول هارب دخول الغرفة اللي فيها الأسلحة النووية لكن ليو بيصله قبل وبيحمله على الحيطة مرة اللي قفته بيحاول هارب إطلاق النار عليه بمثبسه العادي لكن ما بيحدث له أي ضرب وتمكن ليو ما انطرده بعد هيك بيقوم ليو بتنشيط الرموز وببدأ العد التناجل للمدة خمس دقائق مع فاتح حفرة الصواريخ واللي بتكتشفها الطيارة بدون طيار على الفور في هاي اللحظة بيستيخد هارب ويبطلق النار على ليو بالطلقات الحارقة واللي بتبدأ على طول في إحراق جسده الآلي بيحاول هارب إطاف تجريل الرموز ولكن هذا مستحيل بيسترليه الفرصة ليكشف عن خطته الحقيقية وبيحكي إنه مقصده من مهاجمة الولايات المتحدة لإرلاق برنابج القامب اللي أنشعته لأنه من خلال إزالة الإنسانية من الجنود زادوا من القتال وأصبح القامب آلات قتل بدون رحمة باعتقاد منه إنه هاي الضربة راح توقف الحرب بيتفهم هارب المقصد لكنه ضد موت الأبرياء لهيك بمنح يكهارة موافقة للطائرة بدون طيار لمهاجمة المبنى بعد ما بيحكي لليو أن البشر بإمكانه من قيام بما هو أفضل بتمكن هارب من الهروب قام ما تطلق بلش صاروخ ويدمر المبنى أوليو والأسلحة النووية للثواني اعتقدوا أنه هارب ما لكنه سرعان ما قبله لأنه تمكن من الهرب بيعتبر هارب الآن بطل ومنحوه الإذن بالعودة للمنزل حتى يتمكن من لمشة ملو مع خطيب ولهو أنا وبشلص الفيلم بشوفكم الفيلم الجاي سلام